اشتركوا في القناة المزاد الطبيعية في المزاد العلني إلى تاريخ 14 يوليو 2024 سيعرض المزاد مجموعة مختارة من اللؤلئ البحريني الفاخر وستتضمن اللآلئ المعتمدة من معهد ديانات قطعا فاخرة مما يدعو الشاق وجامعية اللؤلئ من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المزاد وسيتم إجراء المزاد حصريا على منصة مزاد الإلكترونية مما يتيحل المزيدين من جميع أنحاء المنطقة المشاركة بكل سهولة وأمان وقال السيد طلال العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد إنه نظرا لسمعة اللؤلئ البحريني في السوق فإنهم يتوقعون أن يجذب المزاد المشترين المتمرسين بالإضافة إلى المساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال إحدى الموارد الطبيعية القيمة في البحرين لا طالما كان نهج خليجي بانك منذ بداية تأسيسه هو الدخول في شراكات استراتيجية ومؤخرا أصبح لديه شريك استراتيجي جديد بحصة 25% من البنك السيد سطام القصيب الرئيس التنفيذي لخليجي بانك يكشف التفاصيل كان نهج خليجي بانك من اليوم الأول هو الدخول في شراكات استراتيجية هذه الشراكات الاستراتيجية رأيناها في مختلف الجوانب سواء كانت شراكات استراتيجية مع عملاء أو مع جهات حكومية جهات رقابية فالبنك عمل بشكل استراتيجي في اختيار مجموعة من هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين اللي أوصلوا البنك اليوم إلى ما هو عليه من نجاح نفس هذه الشراكات ونفس هذه العلاقات اللي بني عليها البنك هي اللي تفتح الأبواب للنظر في إمكانية توسعة محفظة البنك عن طريق الاستحواذ على محافظة أخرى سواء كانت في البحرين أو خارج البحرين أو النظر في الدخول في تحالفات مع بنوك أخرى أو مع مستثمرين آخرين مؤخرا رأينا دخول مستثمر جديد في خليجي يشكل نسبة 25% من البنك وهذه أنا أشوفها ظاهرة صحية اندلت على شيء فهي تدل على ثقة المستثمرين في البنك وعلى الأداء المالي الجيد عبر السنوات والآن نترككم مع سعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية أعلن البنك الدولي موافقته على منح قرض للمملكة المغربية بقيمة 600 مليون دولار بهدف تحسين الخدمات العامة وأداء القطاع العام عن طريق تمويل مشروعين لتعزيز أداء القطاع العام ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة ويهدف المشروع الأول إلى دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب وتحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنفسي ومراقبة أداء المؤسسات المملكة للدولة أما المشروع الثاني يركز على دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة أظهر تقرير شركة إدارة الثروات السويسرية استمرار تربع مدينة سنغافورا كأغلى مدينة في العالم من حيث الإنفاق على السلع الفاخرة مثل المجوهرات والأحذية والخدمات بما في ذلك الطعام والرعاية الصحية والتعليم وقفزت منافستها هونغ كونغ مركزا واحدا مقارنة مع العام الماضي لتحصل على المركز الثاني كأغلى المدن في العالم في حين حصلت لندن على المركز الثالث ووصلت سنغافورا جذب الأثرياء من خلال الحفاظ على سمعتها في الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى جانب بيئة مؤيدة للأعمال